اشتركوا في القناة موضي عقلين شايف طولة لسانها اقول يا عبداللطيف اذا حمود كان رجال وعنده كرامة ما فكرني رجعني بيته اش غصدك اذا هو قدامك اسألة وش نسال في حمود حمود شاك ان موضي على علاقة بنبيل اللي كان يشتغل عندها بالسنتر حتى لو كنت على علاقة هذا هو قدامك تزوج عليه جود وكان على علاقة مع فاقما ولولو وغيرها وغيرها ما يكفي هذا كله ايها لي ما تستحي اوه عبداللطيف ما اودي طال عمرك اضيق صدرك لكن كوني مستشار لك لازم اقول لك كلمتي وش عندك اذا مشاعر ما هي مضايقة من شي مشاعر طال عمرك ما فيها الا العافية والخير الموضوع اكبر ادخل في الموضوع يا بو صحيب طال عمرك تعيينك للشيخ حمد كنائب لك ما وجد صدق المجموعة وخصوصا الكبار من الاداريين في المجموعة اي اساس تقول هالكلام طال عمرك اسأل الشيخ عبداللطيف وحمود وسند وابو وائل وغيرهم يا بو صحيب مكره من اخاك الابطر وما في غيره وانا بين سرقة طريفك ومرض الجوهرة حمد طال عمرك متشدد الغى القسم النسائي اللي امرت بطال عمرك وكونه مركزي يبي يطلع على كل كبير وصغير الراي هادي بس وش اللي تشور با راعي المثل يقول طال عمرك قوم انت عاونوا ما ذلوا وحمد ما يثق في احد وجميع الاختصاصات اللي انت وزعتها لازم يلتزم فيها انت الحين لو تبي الشيخ سند ما يجيك لب امره اش لون يرضيك طال عمرك من قبل صلاة الظهر حتى الساعة وحده الشيخ سند قاعد يلقي محاضرات على الموظفين وينشغل ويعطل مشاغل الخلق لا حول ولا قوتها لا بالله تنسوي ما عندنا غيره وتبيني طال عمرك ابلغ الشيخ حمد بقرار تعيين المستشارة الاعلامية بعد مكالمة طويلة العمر حول تصريح حمد للقناة ابيها تكون سر ما احد يعرفه خلي خلاني اعين المستشارة الدكتورة نادية عشان تكون مسؤولة عن كل التصريحات الاعلامية وتحسين صورة المجموعة خاصة في تويتر او عاجبك اللي قاعد يسويه متحمز بس سحماتك طيرت حمزة بكلمتين بعدين اش قالت له واحد قالت له منو البنت عندها لوز في دماغها وعاش مع حالها المومي بوال طبع فهد وليدي الوحيد ودي افرحبا ابي عمل له عرص يحتر الرياض عن كله ونعم فهد استاعي اقول الشيخ بعد اذنك انا استعزنت الشيخ على اساس ان انا مسافر جدا وانا اخذ العريس معنا ويريد كده تيجي معنا تقعد كم يوم كده بجده عشان تعرف على العائلة والله ودي بوال لكن خب ما اقدر ما عندي وقت ما شغول بين الشركة وبين المجموعة وبين الاسرة ايه والله صادم انا لا يكون فعالي اقول فهد انت زر جدا يا ثقل ذمك يا بوال لو للمصالح وتوجيهات الشيخ ملا كان انت وين وانحنا وين احنا نناسبك انت كل شهر فيها تعملوك يا قوتا وطلعت والمكتب فاضي اجلس وقولي وش عندك منيرا 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 طال عمرك لازم توكفينا عند حدها حتى تحسبلك الف حساب لا تخافين علي يا زينب انا عارفة عامل محنوعية انا ماني خايفة عليك طال عمرك انا خايفة بس انك تتأثرين بكلام مشاعي وقت الجد لا منيرا ولا مشاعي يهمني واذا ما بينت عيني الحمرة من اولها فهذا عشان حالة الجوهرة وموقف الشيخ مع الوالد طيبتك طال عمرك هي اللي مقلقتني وانا ما قلت هالكلام الا لاني عارفة يا زينب بس كل اللي قلتيه ما يمنعك انك تعرفين كل شيء عن منيرا ومشاعل مشاعل معلك منها ويالتك ما تقلبينها باي شيء ما بمشاكل خاصة بهالوقت امرك يا شيخة لا تنسين التبعي لي اخبار هيفة وتعارفين وش ردة فعلها خاصة بعد اللي صار الجوهرة احس بالنار داخلها بتموت من القهر طال عمرك بعد ما غطت اعلانات مجموعتك عن الوكالات الجديدة توها ما شابت شيء نديلي يا قوتة وانتي رحشو بشغلك امرك يا شيخة اول مرة احس بالسعادة كأني الاول مرة اتزوج الله يديمها علينا يا عمري باتمنى انك تنسي اللي فات انا مستعدة انسى اي شيء علشانك وانا مستعدة ان نزيك كل شيء بهالدنيا حتى اسمك ماريا ايونا سعادتنا اصبحت واحدة وانا بنفسنا يكون واحد ونطفي الشام عبا تمقنا واحد اثنين ايونا من حسن حظك اجوانا اني طلعتك من الفندق ليش الصاير واش نسوي لابو غسان ابو غسان وشو علي ابو غسان بالفندق ابو غسان وصل الرياض ومنتظرك هو الشيخ حتى ترجعين وانا شعليا ما جاوبتني عن سؤالي واش نسوي لابو غسان ليش انت عرفت طبعا عرفت بس قلت اسمع منك هذا اللي صار غصب عني وانا ما علي بي اذا غصب عنك ومالك علاقة فيه اجل من الليل ودخل انا مأمورة مثل ما قال لي سمم الشيخ قال لي اورط ابو غسان وكيف تورطينا هو دزه ايا ابني وقال لي روحوا سهره عنده وبعدين وهذا البنت طلعت مريضة بالايدز وانا ما ادري يا اني اللي ارسلكم عارف ان البنت مريضة بالايدز ويبي يورط ابو غسان فيها هو تشان ناوي يخلص وانا بهالطريقة الحين عرفت ليش جاي بو غسان جاي بغين تكم منك اجوانا وش فيك يا عبداللطيف صار لي ساعة تطرق فوق ليش ما طلعت يا ريت يا مساعدة خليد الحالي وش فيك يا عبداللطيف ما هي عوايدك تنجس الحالك ش فيك تراك خوفتني انا بيعرف شي واحد بس اش لون الشيخ همش الكل واختار حمي حمد توك الحين عرفت انه قرار وبوك غلط وتزعلون مني لي قلت الحقيقة لا وطبالها بعد بلقائه في التلفزيون وبعدها خذ تعليقات في تويتر والفيس لعلمك الكلام اللي قلتها ما هو باللي شاغ البالك صح؟ ما انا مجنونة اقول الوحدة مثلك لسانها طولها على سالفة موضي في بيروت انا فعلا بورطة يا حمود وهذا راح تفعت منه حياتي اذا سمعت كلامي وتصرفتي بحكمة يا جوانا ولا الجن الازرق يقدروا صلك زل ممكن تلاقي لي طريقة اسافر بيها لندن؟ الحل عندي وشن الحل؟ الحل ازوجك واحد من معرفتي وبكذا تضمني تسافرين معه والشيخ ما يقدر يسوي لك اي شيء وعلى شن النار الشيخ؟ شوفي تفكر انتو هربين شمال يمين الشيخ مراقبك براقبة لصيقة حتى في المطار ممكن يقبضوا عليك يا الله يا حمود انا شورتني هالورطة هاي؟ اللعب مع الهوامير يا حلوة صعب طيب ايش وقت هذا اقدر ازواجه صاحبك؟ انت بس قولي اوكي وترك الباقية علي عشان الامن استطبيه حلوة في المنطقة الفوفو حبيبي يلا السرعي درمت برد الجهوة ماما هم عاداتهم زينا كده؟ لا طبعا حبيبتي هناك فرق احنا عندنا صفرة واحدة هم عندهم صفرتين احنا عندنا مجلس واحد هم عندهم مجلسين يعني انا اكل على صفرة وهو يأكل على صفرة ثانية؟ يا هبلة لا طبعا يعني احنا عندنا صفرة واحدة نجلس كلنا مع بعض الأقارق الرجال والحريم هم كيف عاداتهم؟ على ما اسمع ان الحريم في مكان والرجال في مكان ثاني معقولة فهد خرج امريكا افكر بالطريقة هذي؟ يسلم ما اخوك يوائل محرم علينا لأولاد عمك والأولاد خلاتك يدخل علينا لا يا ماما اخوي يوائل ما كان كده لكن انت عارف المتشددين الذين يدرس معهم في امريكا هم الذين قلبوا دماغه ما علينا من هذا كله اليوم ايش هتلبس الفهد؟ بس انا ما عندي عباية جديدة وش لزوم العباية؟ ووفاة خطيرك وجاي يشوفك لولا ما عزت ابي اللهاف عندي ما سامحتك يا سند الله المستعان يا بعوض الله نسيت عاد الله هديك اللي بيننا عشرة عمر الله يحفظك ويعلم الله يا بعوض من معززتك عندي ما ذكرت غير كبرة برضو الصهبية حتى صاحبها ما يدري ان كنت المشتري بعد ها المهم معززبك ابو عبداللطيف يعرف ان بيني وبينك اتصال لا الشيخ لا لا ما يدري ما يدري عن شيء اجل خلى الموضوع بيننا وانا والله لو ماني خايف من زلة لسانك كان فتحت لك صدري ودسمت شاربك طيب يلا طال عمرك انا استاذب ما ودي اشغلك اعرفك زين يا زنب حرامي حلال قوم لو تلقى مالوبوك سرقته لكن اش يسوي عطيت بالله هاف وعد وانا عنده وعدي اذا مشيت مثل ما ابي انا ترى الشغل بيننا وبينك كثير اعتبرني طال عمرك منذ الساعة هذه سندك اللي يثبتك وانا سند اجل امرني باتر واخد شارعاتك ايه؟ هذا الكلام اللي نعرف يا ابو عوض سلام عليكم عليكم السلام ك المر客 بياك اسمع تروش ما قبوة اخفتني من الشرق موضي وش اللي براسة تعلميني يا حبيتي ابي اتلاح خليه يضلقني واذا اضلحت وش بتسويه انا كرحت الزواج بسبتها الهي بس عددت الجبرة الله يشفيها وضلعها بس قراني الشرق وراكل كنا بتاع الحمود صحيح انا عذرت حمود اللي اللي ما دفع لسانت يا قلت الحياة بس حبيبي بس بس يا بابا بس حبيبي بس ابا جاريك يا طريفك وذل نفسي لك يا الخسيس انا انا الشيخ سند تطبدني مرتين وتقول عني حرامي وانت راسي الحرامية لكن هين هين اما خليتك تبيع شروخ قبل عيد الفطر في حلة العبيد ما اكون الشيخ سند بمس 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 يبا ما انمت انت اللي ما انمت يا يولدي وراك سفر وش الوراق هذي يبا؟ شكلها مهمة هذه اللي تضمن حقي عند عمك سعطة طيب يبا ممكن تعطيني اقراها شوي بعد عمر طويل تلقاها في الخزنة هذا لقيت تقراها طيب وش مضمونها هذي مكاتبات بيني وبين عمك سعد تضمن حقي بالمجموعة بالمجموعة أو بالأقصر أو باليخوت أو بالمنتجعات في الداخل والخارج يعني عشان كده عينك النائب له هقول لا تشغل بالك وقوم روح نام عشان بك روح تقابل خطيبتك يلا 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 صباح لخير يهل يعني ما سافر أبو غسام لا لا ما سافر البارح كان سهران عند الشيخ في المكتب الخاص وسمعت له يقول دمرتني يا شيخ زي شنو الحل يا حمود البنت اللي عندها اليدز استمرت مع أبو غسام ليلة واحدة بس حسب ما عرفت انه بقت ويا كده يوم وحتى سافرت ويا كده دولة اش رايك في طريفك قصدك طريفك اللي كان يشتغلوا يا شيخ أبو عبداللطيف هذا المملوح الأسمراني كان كان يشتغل مع أبو عبداللطيف الحين ما أنا عارف من اللي شغال مع الثاني شنو معنا كلامك يعني اسمعي أجوانا أنا عندي لك عرض إن عجبك اتفقنا وذا ما عجبني إذا ما عجبك الباب يفوت جمل السواقي يوديك مع المجابك لا دخيلك يا حمود اللي تريده أنا رح أسوي بعد هالكلام هذا كله اللي قلتليه أنا ما عندي غيرك هنا حتى لزوجناك طريفك شنو؟ أنا أتزوج طريفك ما في غيرك يا جوانا انتي السافر اللي بلعب بين الشيخ وبين طريفك حلوة موسيقى هذا الختب مختمنا باقي شهود اثنين هندس مشاربه وواقعون وخلاص يا مساعد الشيخ هو الصغير طال عمرك خلي يدخل نعم يا مساعد جاي بلغك بقرار الشيخ الجديد وليش ما بلغني هو نفسه وزعلان منك علشان تصريحاتك اللي قلتها بالتلفزيون والتعليقات الكثيرة خصوصاً في تويتر يعني التغريدات شغاوة ما خلوا شي حسبي الله عليهم قولي يا مستشار الشيخ شون هالقرار هذا قرار تعيين الدكتورة نادية عافد مستشارة إعلامية للمجموعة علشان تضبط التصريحات شوي وتحسن سبعة الشرك يعني ايش بحط الشيخ رقيب على كلامي الشيخ أبخص وما قرر إلا المصلحة المجموعة وبعدين يحافظ على مكانته بالسوق بصراحة بصراحة كنت غلطة يا أبوائل مو قلت ترى أني ولدنا فهد بالحلاوة والشياكة بكل حاسب حاسب يا حرمان هتجيب الواضع على الأرض بحيونك الشرف ليني وشوفك طال عمرك وإن شاء الله كوننحص نظنك أنت وعم الشيخ أبوائل سيبك مني ومنه أهم شيء يا فهد بنتي وفاء أمان عندك وفاء بتكون في عيوني إن شاء الله الله يساعدكم تعال يا وفاء أجلس هنا جنب عريسك وأنت يا بوائل قوم خلينا نكلم الشيخ حمل عشان نخلي الملكة الليلة تعرف يا فهد أنا كنت أتمنى يكون في بيننا فترة خطوبة هل شو نفهم بعض أكثر ما إحنا محتاجين رح نفهم بعض إن شاء الله مع العشرة إيوة بس انت عارف إحنا في بيننا اختلافات في العادات والتقاليد ويعني أنا خافة كنت أسوي حاجة أنا أصلاً متودة أسويها بس أنت ما تواجبك أنا إنسان متفاهم وأقدر ولا تخافين من أي شيء يسلموا طمنتني اسمعي يا سعاد الأفكار هذه اللي طرحتها كلها ما لها أي جيمة يا طويلة العمر الرجال مستغني وما يبغي شيء وإذا يعني أنا أساساً ما أحب أحد يتفضل علي في شيء بعدين الرجال هذا نحترمه كثير ساعدني كثير لازم يأخذ مقابل أنزين ليش ما نتخلينا الشريك بالسنتر وبعلاقته تضمنين ما حد يطلع لجبنافق ولا كوبري والله فكرة عارف أن الموضوع هذا الطرفي بالي من بعد ما عرفت أن اللي صار في الكوبري من ورفع الفاعل قصدي ضرني وضر مشروعي كمان أنزين ليش ما تفتحين الموضوع معاوة ناقشينا أنوافق لمصلحتك والرفض أتكونين سويت اللي عليتش طيب الكلمية أخذي لي موعد منها أسعد خبر عند الوالد إذا عرف أن تنفك الرهن أنا وعدتك ونفذت الشيخ عبدالبهاب لمكانة كبيرة عندي يا مريم والله أنك وفي وأحيات الأمل في نفسك وجميلك هذا ما رح ننسى طول عمرنا صرقين يا مريم أنا قاعد أفكر أني أقنع طريفك ياخد الخمسين بالمئة الباقية من المنتجة وصير مركة كلها تكفى ويرحم والدك لو بعناه نقدر نستدد ديون الوالد ويطلع من السجن خل الموضوع هذا علي يا مريم لا تخافين وإذا سألك أبو عوض قولي لما بنبيع وتمسكي بكلامك عشان نقدر نرفع السعر اللي تامر في حبيبي روحي ما أكتبك الحين يا مريم وأنا بروح لأبو عوض أجلس نبضة شفت اللخبطة اللي سواها عمي حمد اللي طائر التلفزيون هو في أحد في البلد ما شافها يا مزاعد صدق بهدلو على تويتر والفيسبوك شوى صمعت الشركة عشان كذا الشيخ بيكون لتصرف مناسب إلا على فكرة انت عندك حساب في تويتر أفعاليك أكيد لا وعارف المصطلحات الهشتاك والرتويت كل هذه عندي أقول خنف الأهم موضي من تخالك ومن لحمك ودمك وعندك منها ولد واش تبيني أسوي؟ انت عارف أن موضي قالتها الكلام هذا وهي منفعله انت لا تصدق لي سمعته واللي شفتها بعيني خاف الله يا حمود أعتقد موضي ما تنزل نفسه لها المستوى طيب ما سألت الشيخ على الموضوع؟ الشيخ لو يصدق أن موضي كانت على علاقة مع نبيل أو غيره كان ذبحه لا أحب أطمنك الشيخ يدري وأزيدك من الشعر بيت طلبني وترجاني عشان أرجعها ورفضت ورفضت وليش ترفض؟ فمن عفو وأصلح فأجره على الله جزاك الله خير يا فضيرتي الشيخ بس نشوف زوجتك منيرها مع واحد في ملها ليلي يراقصها تقبلها على نفسك؟ والمنتجة حادة يا أبو عوض مستقبلك كبير جدا انت عارف ما شاء الله دبي أصبحت من أهم المدن الاقتصادية ومحط أنظار العالم يعني فرصة سبحان الله وش لولي الحبي ذلك؟ ماذا قصدك يا بو عوض؟ نسمع الثمان وظفت مريم في مكتبي ما قلت شيء وحبيتها أيضا في مكتبي ما قلت شيء لكن تدبسني في المنتجة عشان خاطر مريم معص عفو 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 يا أبو عوض عفو ماذا كلام لك أعني سمع منك؟ اللي لازم تعرفها يا عثمان أنا ما فكيت الرهن علشان خاطر عيونك ولا عيون مريم ولا حتى أبوها أجل لماذا فعلت ذلك يا أبو عوض؟ حسبتك ذكي أنا صحيح مني خسران أنا بس حبيت أرسل رسالة لأبو عبد اللطيف أنت نسيت أنه كان بغى يحط يده على المنتجة كله وبيشتريه بأرخص الأسعار إيه بس يا بعوض ترى أنا عطيت مريم كلمة ووعتها يعني بتصغرني قدامها؟ كبر نفسك بحلالك انت عرف زينا ما عندي سيولة انسى يا عثمان وعيش أيام العسل معها وخلينا نكمل تحدينا ترى أبو عبد اللطيف ما رح يسكت سلام عليكم عسى ما يتخلق عليك بعوض إذا بغيت شيء يا بعوض أنا في مكتبي حسنا خليهم يساوا اللي جهبة طيب عمرك لا لا أنا رح يسويها لك بنفسي وأنا متأكدة ما رح تنسانا طيب يا بسرع الله يخلي لك حسنا أين خاطي؟ وش فيها ما جدت اليوم؟ متزعلة لماذا تزعلتني؟ المشكلتي مع أحمود ما في غيرها يا موضي أحمود يحبك تذكرين الزمان؟ لما واحد يجيب سيرتك بكلمة ما يرضى الله لا يبارك فيه ولا في الساعة اللي شفت فيها يا حبيبتي أحمود اعترف العبد اللطيف أن تزوج المضربة بأمر الشيخ الله يخليك يا بنيرا لا تجيبيني السيرة هذه مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ابدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيجيني من وراها مكسب كبير وهذه أحلى عدية الله يرزق يا أبو عوض والله تستاهل الله يرزق الله يرزق الشيخ يدري أنكم بعتوا أرض الصهيبية لي؟ تعكفة يا أبو عوض الشيخ لا يدري إذا كان أبو صهيب نفسه ما يدري عمل لي توكيل وأنا بعتها على باللحاف وباللحاف باعها عليك الشيخ قبل ما يتزوج مشاعر كان يبي أرض الصهيبية ولكن الزواج نساه ولا ما عندك خبر أول مرة أسمع هذا الكلام كلمة مني يا سند بيعرف الشيخ علاقتك ببيع الأرض لي وانت عاد تعرف مصيرك كريم يا أبو عوض ومن وين بيعرف؟ إذا ما صرت مثل ما أبي ببلغ أجلس يا عدول أجلس وقل للجديد باللحاف طال عمرك وش في باللحاف؟ صالح طريفك على سند وش علاقة باللحاف في سند؟ هو الوسيط في بيع الأرضي على طريفك ايه قلت لي والجديد وغيره وإثمان تزوج مريم في انتبه عبد الوهاب لا يا مبروك منها المال ومنها العيال وش علينا حما المهم الجديد ايش في غيره؟ قال عمرك هذه الصورة تطلب مني إثمان ما حد يشوفها هم وإستلها إيمانا مكتب محامي في دبي وبناء على الشيك المدفوع من مجموعة الطريفقية وسدادها الكامل قيمة مبلغ الإقراض يتم فك الارتباط على رهن المنتجة العايد للشيخ أبو عبدالوهاب في الجميرة بدبي تستاهل على الدول تسلم طالب منك شوفي يا بعبداللطيف أنا ما عدا قدر أتحمل بنتك لازم تشوف لها صرفها لازم توقفها عند حدها ولا تراها بتضيع منها وش تبيني أسوي لها يا هيلة؟ مثل ما قويتها على حمود وهي غلطانة شوف لك دبرة معها؟ غلطة موضي يا هيلة ما لها إلا دبرة واحدة وشي؟ قولي علمني يا بعبداللطيف خلنا نعالج الأمور قبل ما يصعب علينا حلها ترى البنت طال لسانها وإيدها بعاد يعني حتى ولدها ما صارت ترحمه قامت تكرهه كنا مو بولدها والولد هش دنبه؟ تقول إنه يذكرها بوبوه وهي ما تبي تشوفه ولا تشوفه بوه يا هيلة الولد أمانه برقبتك وعشنيبه وابعديه عنها لانا قرر ويش اللي لازم يشير وش ناون عليه يا بو عبداللطيف؟ نظرة عيونك وكلامك وكلامك يخوف أشهر يدوره في راسك وفي فكرك اشفيه؟ بنتك حلن غيره؟ حرام عليك حرام عليك يا بو عبداللطيف هذي بنتك بتخسرها؟ مو كافي علينا الجوهرة الله يشفيها بين الحياة والموت في المستشفى مو كافي اللي صار له؟ ما قدامي دين حلن واحد اما ندفن مع حشا وجره اللي جابتها لنا ولا ندفن مع حمود وذلتها لنا واتيتم الصغير حامد يا بو عبداللطيف يعيش يتيب عشان ما يكون ذليل طول عمره اي لو سمحت مكنك قبل الشيخ؟ بدون معد مصبقي يا اختي لأي مكنت قابلينا? انا ما راحش كله كثير بسه اقدم لك فاتب ممكن تخلي خطابك عنديا بأعرض على الشيخ فهد طيب ممكن لو سمحت تعطيني رقمه تاريخ للخطاب اشوناك دالتهابعة بالتليفون؟ اوك استريحي شوي بيمبرد الخطاب على السلام عليكم طلع أمورك عليكم السلام أقول لك عندي خبار ما تسر تبيني يقولها لك الحين أو لبعدين قل يا حموري شعندك صورة تحويل بنكي فكراهن المنتجة حقه بعد الوهار وانت وش عرفت الموضوع مش اللي عرفي ده لا أكلمين بس الغريبة لأمور دي صارت وابو وايل مغمض عنها وعندك خبر انت قابلت ابو وايل وكلمت عن الموضوع لا ما قابلت ابو وايل مسافر جدا مع فهد وندخالي حمد يقول شوفوا الوفاء ويعقدون الملكة عليها واش تقول انا متأكد ان قواهي المتواطنة طريفك وشاريكة بالسرقة وما سافر بحجة فهد الا عشان يخلي مسئوليته عن فكرا عن المنتجات خصوصا اذا عرفت طرع أمرك طيب طيب رح شوف شغلك أمرك طرع أمرك يا فهد لا خلي الشيخ يعينك في منصب الشركة مرموق جدا انت متاع المفاعل بوتستان يا عم أبو وايل كل اللي يهمني رضا الشيخ ولا المناصب ما تعنيني يا فهد دحينا ابوك نائب الرئيس وانت لازم تكون معسك مركز قيادة في المجموعة هذا الشيخ أكيد يبغي بارك عنيزناكم ألو مرحبت على عمرك بلا ملكة بلا كلام فاضي خلال ساعتين انت وفهد تكونون عندي بالرياض إذا جيت فهمتك مع السلامة أمطلع كلام حنود صحيح ما حد يخلص عليك غير يا بوائل خير يا بوائل اشفي طمني شكلك ما يطمني أظاهر ان الشيخ غير كلامه ويبغاني نرجع الرياض بسرعة وي والملكة والناس اللي عزبناهم اشفك يا بوائل تبغى تفضحنا ايب فهد الحقني الشيخ طعليبنا بسرعة في شيطا دمرك في الطيارة احرحي مكالحقني ماما ايجي اللي حصل ما في شي حبيبتي كل شي قصورة والناس اللي عزبناهم طيب صديقات ايجي حقول لهم حقول لك شيء اساسا انا من الاول قلت لعدادهم عدارنا ولا تقاليدهم تقاليدنا موسيقى 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 كنت عند الشيخ القصر وليش ما تستقدم يا خال فهمتك اكثر من ما انا ماني موظف عندك حاجل وش فايدتي انا كناعب رئيس لمجلس الادارة اذا انت وابو صحيف وسنترو عند الشيخ اسأل نفسك ليش عينك الشيخ موسيقى موسيقى يا ابو ساعد ما كنت اتوقع ان المنصب اللي ضحك عليك فيه بنسيك دم ولدك فلذت كفدك ساعد اسمها يا بليس والدي مات الله يرحمها هاخد بثارة مااخد بثارة هذا مو شغلك اما بالنسبة لكم انتو انا باتفهم مع الشيخ يا اما يكون صلاحية اذا ردكم عندي هنا ولده ومعندي بالقصر يكون عملت معروف على قلت ريحنا من زحمة شوارع الرياض اللي ترفع الضغط ماني اهبل ولقدي الحيلة يا حمود اوراقي ما اكشفها لك الخسيس صورة ولدي ما فارقة عيني لكن كل شي في وقته الحلال ضمننا به الأوراق لكن دم ساعة ولدي اخد في الوقت المنازم ما شاء الله هذا الشهر تاخدين رابع مناقصة لمجموعتك بس سؤال ليش تعطين تنفيذ مشاريعك كلها لشركة أوكي أوفرسيز لو ما كنت أحبك يا زينب وأثق فيك وبإخلاصك كان عتبتك على هالسؤال أسفتها لعمرك أنا ما سألت إلا من باب حرصي على مصالحك مصالحي أعرفها زين وشركة أوكي أوفرسيز أفضل شركة عملنا معها ومديرها جون باترس من أعز الأصدقاء إيه طويلة العمر بس النسبة اللي تدفعها هذا الشركة أقل بكثير من النسبة اللي ممكن تحصليها من الشركات الأخرى إذا أخذت المشروع من الباطن لازم تفهمين يا زينب انقبولي بالنسبة الأقل من هالشركة إقابلة راحة بعد خصوصاً وقت تنفيذهم والتزامهم إيه وانت هاليومين محتاجة راحة البال زواج من عبداللطيف فرصة ولازم أستثمرها صح وهذا يفرض علي أني أدور على الراحة الله يريح بالك ويطول بعمرك طويل العمر الليلة بيجيني على القصر ألغي كل المواعيد وكل الزيارات وما بي أحد مكت حضوره عمرك طال عمرك بغيت أقول لك كلمة طال عمرك قبل أمشي ما دمشي إلا بعد ما أوقع كل الأوراق غبشي طال عمرك قل كلمتك وشين هاي أقول طال عمرك يعني إذا كان ولا بد الموضوع إذا كلمتك بخصوص موضوع موضي وحمود دور غيرها لا طال عمرك موضوع موضي أمرا بأيدي كنت أفرت عليه الكلام وإنسى أنك سمعت وعرفت شيء عنها بس طال عمرك أنا أخوها وأنا أبوها هل 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 ترضى؟ لا طال عمرك هي موزة علانة لتزوجت البندري أجل وش فيها؟ اهتميني أسجل القصر بسنها تقول ضمان له والعيالة قول لها خسب لها عزانة عنها الكلام وإذا لم أعجبها تطلقها شاطر عمرك شاطر عمرك قول لك قولي أفعل تكليف شوي وأسألك سواء الخاصة ويسألي طال عمرك ما راح يهد لي بال اللي ما أشوفه برن السجنة أنا أصابك اللي مات أصابك اللي طلبتك هذا أقل ثمن أسكت فيه على زواجك الطرابك اللي ما يفهم شيء قدر يخترق دائرة عملك للمرة الثانية أصلا أنت أكثر وحدة فينا متفرغة لا عندس حيال ولا عندس مشاغل مشاغل ويش تخرط ريفك فبعبد الوهاب هذا اللي مجننني مجنن الشيخ ما اسكري في بيت كان لك فيه ماضي مع الجوهرة والمغربية فاطمة جوال جوال جوالة نزيلتها 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 والله العظيم انك حيرتني ابو حمد انا ليه عشر سنوات وانا دول بالحظة تروى بطريفك مالكي لا ارحي اجبي انا عارفته الاسمران اللي كان يشتغل مع الشيخ انا زوجك واحدة من طريقة انا باستعدة تعاون مع الجنة لازرك الا احد يجيني عن طريق ابو عبداللطيف لا